منذ تعليق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قبل نحو خمسة اشهر لا يزال الوفد اللبناني مصرا على التفاوض على الخط رقم 29 الذي اعتمده بناء على دراسة من وكالة المسح البحري التابعة للجيش البريطاني عام 2011 وتقول مصادر من الوفد انه سيكرر هذا الطرح الذي يزيد من المساحة البحرية للبنان عند استئناف المفاوضات مطلع الاسبوع المقبل لكن خبراء لا يستبعدون حصول تنازلات متبادلة من الجانبين اللبناني والاسرائيلي ويرون انه سيكون للوسيط الامريكي الذي يصل الى بيروت يوم الاثنين الدور الممهد في الوصول الى نتيجة سوف يبقى الوفد يتفاول على الخط القانوني الاساسي الذي رسمه فخامة الرئيس وعندما تشكل حكومة يتم تعديل المرسوم وفقه وابلاه الممتحدة وفقه التعديل الجديد استئناف المفاوضات البحرية يأتي على وقع استمرار ما يصفه قانونيون بأزمة توقيع مرسوم تعديل الحدود اللبنانية وبالتالي سيؤدي عدم التوقيع الى اضعاف موقف الوفد اللبناني المفاوض ان عدم توقيع المرسوم هو يضعف موقف المفاوض اللبناني لكنه لا يهضم بالضرورة وحكما حقوق لبنان انما محبذ جدا لبل مطلوب وموصبه ان تكون البنية التشريعية في لبنان قد اكتملت كي تظهر بواسطة المفاوض اللبناني وكي لا يتخذ ذلك بمثابة مكمن ضعف تجاه هذا المفاوض في المقابل يرى مراقبون ان عدم توقيع الرئيس اللبناني على مرسوم تعديل الحدود البحرية وفر الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات ويربط هؤلاء تحريك هذا الملف بتطورات المفاوضات الامريكية الايرانية الولايات المتحدة الامريكية تبدأ اهتماما متجددا بملف الساحة اللبنانية انطلاقا من المفاوضات الايرانية الامريكية في فيينا والمفاوضات الايرانية السعودية في العراق وبالتالي لبنان سيكون له حصة لا يزال البعض في لبنان يراهن على وجود ثروة غازية ونفطية في المياه اللبنانية تساهم في انقاذ البلاد من ازماتها المتفاقمة يلاحظ مراقبون ان تحريك المفاوضات البحرية مع اسرائيل تجاوز تعقدات تشكيل الحكومة الجديدة وسائر المسائل الشائكة الاخرى ويترقب هؤلاء ما ستسفر عنه الجولة المقبلة من هذه المفاوضات وتأثير ذلك على باقي الملفات ويليام عزام الحرى بيروت